اهلا وسهلا سقف الدين الامريكي واحتمالية رفع الفائدة كانا اكبر المؤثرين على الاسواق العالمية فقدم الدولار الامريكي اداء ايجابي في جلسة الاسبوع ووصل الى اعلى اسعاره في شهرين بينما مؤشر داكس الالماني ارتفع الى اعلى مستوياته من 16 شهر اما مؤشر نيكاي الياباني وصل الى اعلى مستوياته منذ ما يقارب 33 عام جاء التفاؤل من الاطراف الامريكية حول امكانية ايجاد حلول لسقف الدين في الاسبوع القادم بينما تصريحات اعضاء الفدرالي لوغان وبولارد كانت لدعم رفع الفائدة وليس التوقف مما اعطى الاسواق امكانية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس في اجتماع الشهر القادم الاحتمالية وصلت الى اكتر من 40 بالمئة لرفع الفائدة على صعيد الارقام الاقتصادية سجلت تضخم في كندا ارتفاع طفيف على اساس سنوي لمستويات 4.4 بالمئة من 4.3 بالمئة بينما ارتفعت البطالي في استراليا وبريطانيا لمستويات 3.7 بالمئة و3.9 بالمئة على التوالي في جسد الاسبوع القادم على المستثمرين متابعة 6 مؤثرات اقتصادية مهمة اولا مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من اوروبا وبريطانيا وامريكا حيث ان قطاع التصنيع يعاني من الانكماش في دول اوروبا ثانيا اجتماع بنك نيوزيلندا من المتوقع ان يرفع البنك سعر الفائد بمقدار 50 نقطة اساس لمستويات 5.5 بالمئة من المهم متابعة التوجيهات المستقبلية حول الفائد في بيان بنك نيوزيلندا ثالثا بيانات التضخم من بريطانيا من متوقع ان تقباط التضخم الى مستويات 8.2 بالمئة من مستويات 10.1 بالمئة اي قراءة سلبية رح تعطي الاسواق دليل على ان بنك نيوزيلندا سيستمر بدورة عملية رفع الفائد رابعا محضر الفدرالي الامريكي واللي من المهم معرفة توجيهات الفدرالي بعد قرار رفع الفائد الاخير فالمستثمرين بيحتاج لتأكيد من المحضر حول توجيهات الفدرالي للاجتماع القادم اذا ما كان هناك توقف لعمليات رفع الفائد في الاجتماع القادم خامسا القراءة الاولية للناتج المحلي الاجمالي من امريكا فاي قراءة ايجابية ستكون مهمة جدا رح تاخدها الاسواق على انها اشارة بان اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية سيكون بعيد عن مرحلة الركود سادسا واخيرا ومن امريكا ايضا مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي هو مؤشر الفدرالي الامريكي المفضل لمتابعة حالة التضخم فاي اشارة للتباطئ رح تعطي الاقتصاد بعض الارتياح لامكانية انخفاض الضغوط التضخمية ننتقل للتحليل الفني بداية مع الذهب الذهب كسر مستويات القناة السعرية الصاعدة عند مستويات ما يقارب 1990 ثم كسر مستويات الدعم السعري عند او المنطقة السعرية عن مستويات 1976 الى مستويات 1969 اللي اتحولت الى مستويات مقاومة سعرية ثبات التداولات ادنى مستويات 1976 قد يدفع الذهب لتشكيل ميل هبوطي في جلسة الاسبوع الى مستويات 1945 ثم مستويات 1935 المتمثل بخط الاتجاه الصاعد ننتقل لتحليل اليورو مقابل الدولار اليورو كسر مستويات سعرية مهمة جدا سابقا عند مستويات خط الاتجاه الصاعد ثم كسر مستويات ايضا دعم سعري عند مستويات 1850 مما ادى الى استمرارية الميلة الهبوطي لليورو مقابل الدولار ثبات السعري ادنى مستويات المقاومة السعرية او منطقة المقاومة السعرية قد يدفع اليورو لتشكيل ميل هبوطي اخر خاصة مع تشكيل قيعان سعرية متتالية ادنى من القيعان السعرية السابقة زي ما بلاحظين معاي امكانية الميل الهبوطي الى مستويات 1700 او دولار 7 سنت بالنسبة لليورو في جلسة الاسبوع القادم ننتقل لتحليل الباوند الباوند كسر مستويات خط الاتجاه الصاعد عند مستويات دولار 25 سنت اعاد اختباره بشكل ناجح مستويات الخط الاتجاه متوسطة القوة نظرا لانه عندنا ارتكازين فقط بالنسبة لخط الاتجاه لكن ثبات التداولات السعرية ادنى مستويات دولار 25 سنت قد يدفع الكابل او الباوند لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات دولار 22.50 او واحد وثم واحد عشرين ستين بالنسبة لالباوند ننتقل لتحليل الين الين عدة جلسات صعودية متتالية ست جلسات صعودية متتالية من خط الاتجاه الصاعد اختراق مستويات المقاومة السعرية عند 137.50 الى 137 ثبات التداولات السعرية اعلى مستويات 137 قد يدفع لتشكيل ميل صعودي نحو 139.85 ثم 141 بالنسبة لالين الدولار الاسترالي ثبات التداولات السعرية في جلسة الجمعة عند خط الاتجاه الصاعد تشكيل ركيز ثالث بالنسبة لخط الاتجاه الصاعد اعلى مستويات الدعم السعري 65.80 ثبات التداولات السعرية اعلى مستويات 65.80 قد يدفع الاوزي الاسترالي الى مستويات 68.45 ثم 69.70 على المدى الاطول طبعا ثبات التداولات السعرية كما ذكرت اعلى مستويات 65.70 مهم جدا لالاسترالي في حال كسر مستويات 65.70 باغلاق يومي قد يدفع الباوند لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 64.35 ننتقل لتحليل خام غرب تيكساس خام غرب تيكساس عدة تداولات يومية على تذبذب سعري واضح نحتاج اختراق لمستويات 73.35 اللي هي مستويات مقاومة سعرية اختراقها بشمعة يوم مهم جدا لامكانية تشكيل ميل صعودي نحو مستويات 76.70 ثم 78 بالنسبة لخام غرب تيكساس طبعا بعد الاختراق لمستويات 73.35 شرط استمرارية التداول اعلىها ننتقل لتحليل الداو جونز تلت جلسات يومية متتالية بالنسبة للداو جونز ارتدادية صعودية عند مستويات الدعم السعري بحوالي مستويات 32.900 امكانية اختبار مستويات خط الاتجاه الهابط عند مستويات 33.900 ثم تشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 33.000 ثم 32.960 زي ما ملاحظين الداو جونز عم بتداول ضمن نطاقات ضيقة حتى انه التداولات السعرية بين القمم والقيعان اصبحت اضيق مع مرور الوقت مع التايم سايكل اللي عم بشكلها خط الاتجاه الصاعد وخط الاتجاه الهابط التداولات بينها في الداو جونز في هاي الفترة زي ما ذكرت ثبات التداولات السعرية بشكل تقني ادنى مستويات خط الاتجاه الهابط شرط اساسي لاختبار المستويات او تشكيل ميل هبوطي بالنسبة للداو جونز نختتم مع الفضة الفضة كان قد شكل نموذج القمة الثنائية اللي تحدثنا عنه في فيديو الاسبوع السابق ثبات التداولات السعرية ادنى مستويات المقاومة السعرية 24.50 قد يدفع الفضة لاختبار مستويات 23 واللي هو هدف نموذج القمة الثنائية تداولات موفقة اشتركوا في القناة